السلام عليكم في اخر فيديو بهاي الدورة حابب اتكلم عن شوي ماذا بعد هاي الدورة شو ممكن نحنا نساوي شو ممكن نحنا نتعلم برنامج اكسل برنامج اكسل برنامج ضخم جدا جدا وخاصة اذا فتت بمجال البرمجة فيه مجال البي بي اي هاد مجال مجال ضخم جدا ومهم الصراحة فاللي بحبي يدخل فيه يعني مجال جدا قوي وجدا مطلوب بسوق العمل والشي التاني يمكن نتعلم بعض الدورة بعض الدوال المهمة كتير مثل الانديكس وماتش ما اتطرقنا لهم في دوال اكتر بكتير من هيك في دوال مثل sum if, count if, average if في sum product وكيفية استخدامهم ومعاملتهم مع بعض بحيث نعمل ميكس كتير جميل ويعطينا ويعطينا نتائج ما كنا متخيلين حتى في البيوت تابل هو النوع المتطور من التابل فيك انت ممكن تعمل فلترة وإضافة وإزالة ويعطيك تقارير خرافي البيوت تابل اللي حاب يتعلمه وأخيرا خلط المعادلات وتركيبة على بعض وشفنا هذا الشيء أثناء الفيديو كاب أثناء دمجة مع دالة الكولومن والفيرور وفي كتير كتير معادلات ممكن دمجة أيضا مثل دالة الماتش ممكن دمجة مع الفيرو ويعطينا كفاءة أعلى بكتير من دالة الكولومن في كتير أشياء ممكن نستخدمها وهي الأشياء حتى تعطينا أفضلية كبيرة ضمن هلالبرنامج أنا معكم أحمد حتاحة مؤسس مبادرة هاي المبادرة عم بنشر عليها شوية فيديوهات عن أكسل متقدمة وكيف بعض اللحية ضمن أكسل فمتمنى تتابعوني عليها اليوزرنام تبعي على الفيسبوك هو أدمارتمي لو عملتوا فيسبوك.com سلاش أدمارتمي حتلاقوني إن شاء الله وتلاقوا صفحتي تمنى تعاملوا لي اللايك وتشوفوا الفيديوهات لع القناة لأنه فيديوهات لليمهتم برنامج أكسل بفديوهات مهمة كتير وبشكل عام فيها فيديوهات عن نصائح ويندوز غير نصائح أكسل كان معكم أحمد حتاحة السلام عليكم